مجلس الشورى أشار السادة الأعضاء إلى شمولية مضامين الخطاب السامي واستشرفه لأفاق المستقبل مؤكدين على دعم المجلس لمضامين الخطاب خطاب جلالة الملك كان يحتوي على كثير من الأمور التي تعتبر خارط الطريق لعمل المجلس في خلال هذا الدور وقد طلعنا في اللجنة المناطبة عداد الرد طلعت على الردود السابقة في الأدوار السابقة وكما تأخذت بآراء أعضاء المجلس أيضا وما تقدموا به من اقتراحات لتضمينها في مسودة الرد المجلس وافق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة والذي ينص على اكتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولار حتى 80 دولار انطلاقا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة نحن اليوم أمام فكرة مقترح بخصوص صندوق الأجيال ننظر إلى الصندوق أن ثروة وطنية بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى تطعيم بكفاءات تنقل إلى مراحل متطورة أكثر اليوم الصندوق عنده في حوالي تقريبا 600 مليون دولار تستثمر في محافظ مختلفة الصندوق بحاجة إلى تطعيمه بكفاءات وطنية عندها الاختصاص وعندها الخبرة وعندها الكفاءة لجنة الخدمات استعرضت تقريرها بخصوص قرار مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة لكن المجلس قرر بعد استكمال مدولاته الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون